مدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط أو كما كانت هكذا منذ ستينيات القرن الماضي حتى تحولت أحوال مصانعها لتدخل مرحلة الإغلاق الجزئي وهذا الإغلاق الجزئي سيتحول مستقبلا إلى كلي بسبب عوامل كثيرة كما يرى العاملون في صناعة الغزل والنسيج بالمحلة حيث أغلق بشكل كامل حتى الآن أربعمائة وثمانون مصنع من أصل ألف ومائتين صناعة الغزل كلها ماتت ونعتبر الدنيا عملة بتولع وإحنا وقفين محل كسجر الأجور بتاعتنا مش مكفيان شغل ما فيش شغل ما عاد فيه حاجة اسمها غزل نسيج الحكومة حتى قضيها في المال برد وغزل أصلا ما عدناش لقينه وبحجة الدرر الدرر زي اللي بشغل وردية بشغلش التانية يقول اللي بشغل أول وردتين ثلاثة وكان بقول لنهاردة وردية شغال حتى الثلاثة 8 آخر نار كله بروح لو كنا بناء مثلا الواحد بيعمل له بسبعين جنيه في اليوم من الوقت خلاص ما بكملش الخمسين جنيه حتى طبعا مع الأسعار اللي غلط والحاجة اللي لا حتى شعر فيه وارتفاع أسعار الدولار الذي أدى لارتفاع أسعار الغزول لا يقابله أي حلولا بديلة من المسؤولين ما أكبر رابطة الصناعات النسيجية لمقاطعة شراء الغزول من الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين استقرار الأوضاع رابطة وجميع الصناع اتخذوا قرار في الجميع العمومية بمقاطعة الغزول المنتجة من الشراء الغزل والنسيج وده شيء يعني يؤسفنا على أمل أن السيد رئيس الوزراء يقدر يدي قرار حل عادل بيننا وبين الشركة القابضة من أزمة إلى أخرى ولا منقضة ولا بديل حتى وصلت مديونية شركات الغزل والنسيج إلى أربعة ونصف مليار جنيها لبنك الاستثمار القومي وبنوك أخرى وتوق نجا هو ما تبحث عنه هذه الصناعة الوطنية التي تعد واحدة من أهم الحرف التي توارثها المصريون آباء عن أجداد محمد بهاء الدين الحياة اليوم